انت بتكون متدرب من قبل عامل الريسيرج سبعك بتكون عامل البحث من قبل انه تطلع وقف قدام هدول الناس انه انا مش خايفة حتى بعلاقاتي ديبلوماسية بتعامل وذج الاميو ان او المورال يونيت نيشنز بالانجليزي هو مؤتمر بيصير على ثلاثة ايام وبيسيكلي كل حدا بيوظف له له لجنة وبلد وبعدين بيمثل البلد لازم يبحث عليها ولازم يعرف كل المعلومات عنها وبيكون لهم مشاكل عالمية لازم هنا يحلوها مع الدول التانية طيب غادة كيف بتم اختيار المشاركين او هل في مهارات معينة لازم تكون بالشخص حتى يشارك بهذا النموذج على موضوع المشاركة اشي كتير سهل نسجل فيه دايما بيكون فيه على صفحة الانستجرام او بيكون فيه صفحة الانترنت وعادي بشارك الواحد بيحط معلوماته على فورم وبيحط كم اكسبرينت عامل من قبل وبيحط اللجنات اللي هو كان بده اياها مثل لجنة الامن او اللجنة العامية ويا الناس المسؤولين بناءوا اللجنة اللي انت نقيتها بيحطوك فيها يا هني بيقرروا حسب انت الانترنت اللي عندك ياها وعلى موضوع المهارات انا برأي ان الواحد عادي يفوت هيك ما يكون عنده اي مهارات عشان هو هذا الموضوع يساعدك انت تحسن مهارات تبعونك مثل المناظرة والحكي قدام ناس كتار حلو يعني فيه برامج تعليمية كتير ولكن ايش برأيك اللي بيخلي نموذج مميز عن بقية البرامج التعليمية يعني بتحسي عن جد بيغير حياة الشاب او الشابة اللي بتشارك بالنسبة لي اصراحة ما فيه اي اشي مثل هذا المؤتمر عشان المهارات اللي انت بتكسبها منه والاشياء اللي انت بتناقش بهذا المؤتمر ما فيك تساويها بأي مكان تاني طيب غادة اكيد انتوا بهذا المؤتمر بتناقشوا كتير من القضايا والمواضيع المهمة كيف بصير التفاوض والتوصل لحلول مشتركة بين كل الدول الممثلة اللي عم بمثلوها بالاخر طلاب هلأ طبعا كل لجنة لها قوانينها بس انت بتكون متدرب من قبل عامل الريسيرج تبعك بتكون عامل بحث من قبل وعندك المشكلة تبعك لازم تكون عامل بحث عن هاي المشكلة تكون فاهمها وانت بتتفق مع البلاد اللي يا انت معها يا انت ضدها كيف تكون تحلوا هاي المشكلة العالمية طب غادة عفوا ازيد بس بدي يعني هلأ هنه ايش الفترة اللي بيعطوكم يا عشان جهزوا حالكم ايام الشهر ولا كم هي الفترة اللي بيعطوكم يا عشان انتو آت كونوا عاملين حسابكم لكل القضايا اللي عم تنقصوها هو صاحة حصة بالشخص بس هني بيعطوك يمكن ثلاثة يام قبل المؤتمر وبالمؤتمر نفسه بيكون عندك وقت انت تبحث والناس قاعدة عم تحكوا يعني لازم يكون عندك المهارئ انه تبحث بسرعة عن المعلوم اللي بدك اياها تتأكد انه هذا الاشي صاح فيعني دائما انت عم تبحث بهذا المؤتمر عم نشوف لقطات هلا وانت عم تحكي يعني عن النموذج حلو هيك ان نربط صورة مع يلي عم تحكي لنا يا يسير هيك نعرف شو بتعملوا بهذه المحاكاة قديش بتشوفي انه المدارس والجامعات بالأردن لازم تستثمر بهيك فعاليات يعني خاصة انه عم نحس انه لها تأثير طويل الامد يبدو على الشباب والشبات يلي عم بيشاركوا وانا يعني برأيي انه لازم يكون في افرت من الجامعات من المدارس عشان هذا اشي كتير مهم للشعب عن نقوله كل الطلاب حول العالم عشان يدروا هنه ينموا شخصيتهم وطريقة حكيهم وعن جد يدروا يلاقوا ناس عندهم نفس طريق تفكيرهم طب غادة بصراحة هلا في كتير ناس بقولوا انه كل هاي المؤتمرات هي نظرية ومع مستفيد منها على ارض الواقع انتي كطالبة عم بتشاركي بهذه المؤتمرات كيف ممكن نطبق اللي عم تاخدوه فيها بشكل عملي مباشر على ارض الواقع والصراحة احنا بنعرف انه الحلول اللي احنا بنطلعها ما حان جد رح تصير بس احنا فينا نطبق الاشياء اللي بنتعلمها بهذه المؤتمرات على حياتنا وعلى علاقاتنا مع الناس فبحس يعني انت في من هذا المؤتمر فيك تكسب كتير مهارات واشياء ومعلومات من ناس تانين فيك عن جد انت استعملها بحياتك الفائدة شكلها شخصية واكاديمية في نفس الوقت يعني هاي احلى شغلة ممكن هيك ناخدها من كلامك ولكن اذا اسألك انت شخصيا ايش بتحسي المهارات يلي اكتسبتيها او طورتيها من خلال مشاركتك بالنموذج ايش في اشي معينك حسي تصار افضل مثلا حلا انا داما من انا صغيرة بحب هاد النقاش المناظرة مع الناس حسن يعني حتى اذا انا كنت غلط بس من عبر هاد المؤتمر انا قدرت احسن مهاراتي بهذا الاشي اعرف كيف اعبر عن حالي وعبر عن رأيي واقدر مثلا اشح رأيي للشخص التاني وهذا اشي كتير مهم للي حلو هلا غادة الساعة هي طالبة بالمدرسة بصف عاشر بس ممكن انا وزيد لانه اشتغلنا وهيك منحس ادي زيد مهارات القيادة كتير مهمة جدا لما تدخلي على مجال الشغل والحياة الواقعية بعد المدرسة والجامعة انت كغادة كيف تطورت عندك هاي مهارات القيادة والتواصل مع الاخرين طبعا اقضتني شوي وقت حتى يعني انا شخصيتي يمكن تكون شوي على الانتوبرتد سايد ما كتير بيطلع برا يعني بيحكي مع الناس بسهولة بس يعني صراحة الام يؤن كتير ساعدني عشان يعني الواحد لازم يحكي مع الناس لازم يتعرف عن الناس لازم يشرح لهم وجهة نظره في كتير من يعني الصغار بالعمر اللي ساتهم بالمدرسة بتحسيهم عندهم مشكلة معينة وهي الخوف من الحديث امام جمهور كبير بتحسي البرنامج يعني بيساعد بهاي النقطة بالذات شفتي امامك مثلا طلاب كانوا يبلشوا دايما عندهم رهاب من الحديث امام جمهور كبيرة وبعدين لقيتوا في تحول واضح بطريقة اداءهم مثلا صراحة انا كنت من هدول الناس اول ام يؤن كان لي انا وقفت اجي ادي احكي وما قدرت بس يعني الحمد لله قدرت اكمل ولاحظت عبر انه مع الوقت ومع الاكسپيرينسز قدرت عن جد عارف انه تطلع ووقف ادام هدول الناس انه انا مش خايفة انا واثقة برأي وانا واثقة بشو ادي احكي وبحكي انا لكل الطلاب اللي هلأ فاتين بهذا الاشي جديد انه حواليكم ناس كمان حاسين نفس الاشي انه انت هم تحسوا ولا تخافوا عشان عن جد اذا بتخافوا محتم بسطوا طب غير القيادة وانك تحكي قدام الناس اللي عدادهم كبيرة ايش بتحس هيك فيه اشياء انعكسة ع حياتك الشخصية من ورا هاي التجربة صراحة انا ادرت احل المشاكل حتى مشاكل صغيرة بطريقة انه ما احد الواحد يعني بيفكر فيها طبيعي يعني حتى بعلاقاتي دبلوماسية بتعامل يعني فاتطبق هذا الاشي اللي انا عم بساويه بحياتي حلو على فكرة هي نصيحة لازم مع كل الاشخاص تتعامل معهم بديبلوماسية صح زيد لانه يعني رح تتعاملي كتير مع اشخاص بحياتك سواء بالشغل بالحياة الشخصية فهي نقطة كتير حلوة انه بعلموكم كيف تتعاملوا بطريقة دبلوماسية مع الاشخاص حتى بالحياة لازم واحد يتعامل مع ناس عندهم رأي شوي غير عن تبعك فهذا المؤتمر كمان بيساعدني اتقبل رأي الاغار غدا في صورة كنا هيك شفناها على الهوالة اليك قبل شوي هيك انت حاملة زي شهادة معينة حكي اكتر عن هذه الصورة اول مؤتمر لي طبعا كنت كتير خايفة وكانوا حاطيني باللجنة مو بالعادة اول ناس بفوت عليها بس انه شافوا علاماتي عالي قالوا انه خاص خلينا نحطها هاي هون فكانت اول جائزة بربحها وعن جد كنت كتير مبسوطة حلو كتير حلو كتير ألف مبروك يعني 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 جد اش برفع الرأس صراحة وتجربة كتير وتجربة حلوة يعني انا اتمنى لو كانت هاي التجربة وجودة ايام ما كنا بي المدرسة او حتى الجامعة لانه فعلا بتنمي قدرات كتير حلوة عند الطلاب نتمنى لك كل التوفيق غدا وبدنا اياكي كمان هيك تشدي حالك اكتر واكتر شاولا انشاء الله بدنا نستضيفك بكارفان بمشاريع حلوة هيك شكرا شكرا لإلك كتير غدا